وانت بتتكلم أخي يوسف برضو اقتبسط انت جزء من الآية في حبيت لما بتديت انت ذكرت انه الدم مذكور قبل النموس وبعد اليوم الخمسين مذكور انه في مجمع الكنيسة الاولى في أورشليم برضو حاسموا انه عدم أكل الدم وهذا طبعا تعليم كتابي ولكن يقول في تحريم أكل الدم في سفر لويين اسحاح 17 وكل انسان من بيت اسرائيل ومن الغرباء النازلين في وسطكم يأكل دما اجعل وجه ضد النفس الآكلة الدم واقطعها من شعبها لان نفس الجسد هي في الدم فانا اعطيتكم اياه على المذبح للتكفير عن نفوسكم لان الدم يكفر عن النفس وبعدين بكرر الآية كده مرة انه لا تأكل الدم في آية 14 لان نفس كل جسد دمه هو بنفسه لان نفس كل جسد هي دمه كل من اكله يقطع اشرح لنا شوي هذه الفكرة لانه عاوزين نرد كمان على الاخ احمد يعني بالنسبة لهذا الموضوع اه يعني النموس يطاع لا يطوع يعني الله لما بيدي نموس القانون قانون حتى في الدول النظيفة اذا اصدرت دولة قانون فعلي على الجميع مش واحد يقولك انا مش مختنع بالقانون انت مختنع مش مختنع دي قصة تانية لكن انت عليك تنفيذ فالنموس نموس الله يطاع ولا يطوع هنا ممنوع اكل الدم تحت طائلة الموت وده اللي قاله هنا ان النفس اللي هتاكل الدم تقطع ما فيش تفاق والحياة والحياة وهو قال كده الدم يكفر عن نفس الدم ده نصيب الله وعشان كده انا اعطيته ليكم مش عشان تكلوه تشربوه لكن تقدموه على المسبح للتكفير عن نفوسكم اللي هي ببساطة بدون سفك دم لا تحصل مغفرة اللي هي ببساطة النفس التي تخطئ هي تموت او بديل نائب عنها يموت بالنيابة عنها وده الامر اللي اتضح من القصة القديمة اللي بيؤمن بيها حتى اخوانا المسلمين بيؤمنوا بهذه القصة بتاعت تقديم ابراهيم لابنه ما قالوش انا دلوقتي عرفت انك مطيع وانك عندك حب واثار خد ابنك وروه ما قالوش كده لكن قالو قدم الكبش ده بدال ابنك يبقى اذا في بدلية البدلية دي هي موضوع المسيحية مين البديل بتاعي مش كبشة ولا خروف ما ينفعش لكن ابن الله ينفع ابن الله ينفع قوي ده ينفع بزيادة وعشان كده المسيح لما مات على الصليب كان في ذلك بديلا عني وعن ملايين ما نعرفش قديه لكن بكرة العيون تشوف لما يسوعيك كمان بيستحضرني لما كان المسيح معلق على الصليب وطبعا نكس الرأس واسلم الروح عشان يتأكدوا في جند رومان الطعن جنب المسيح خرج مكتوب دم وما للتأكيد على هذا الموضوع بصد وإتمام للنبوة إتمام للنبوة يعني يقول ويقول كتاب آخر سينظرون إلى الذي طعنوه ومش بس كده لكن هذا هو الذي أتى بماء ودم ليس بالماء فقط يعني كل الأنبياء جنب الماء الذي يشير إلى كلمة الله هكذا قال الرب المسيح ما قالش هكذا قال الرب أما أنا فأقول لكم لأنه هو الرب لكن مش بس كده وجاء بالدم وده محدش عمل دم عهد وتختم بدمه بالضبط دم عهد وتختم بدمه موسيقى 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 موسيقى